كتاب الحدود الحدود الأصل فيها أنها كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات والحدود هي الموانع التي تمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة وينتفع بالحدود ثلاثة ينتفع المجرم الذي وقع منه هذا الحد المخطئ وذلك أنه ينزجر فلا يعيدها مرة ثانية هذه الجريمة سواء كان الحد حد زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك فينزجر بهذا الحد فلا يعيده مرة ثانية وأيضا كفار له يعني ما يحتاج أنه يتوب من هذا الدم إذا وقيم عليه الحد فإن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من ذلك من يحضر هذا الحد ويرى يعني كيف أقيم الحد فيخاف يهاب يقول من فعل مثل هذا تقطع يده أو يرجم أو يجلد فهذا الأمر يخيف كثيرا من الناس فهو رادع لغيره فهو رادع لغيره رادع لغيره الأمر الثالث أو المستفيد الثالث هو المجتمع حيث أن المجتمع يكون يعني آمنا مطمئنا لأن هذا يخفف من أفعال المجرمين إما أنه يرتدع المجرم وإما أنه يمتنع من نوى الجريمة ففيه نفع للمجتمعي أيضا ترجمة نانسي قنقر